قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم ارتفاع صاروخي لقيمة موهبة الأصود التسويقية طابب المنتخب المغربي يسفر لقطر لتنفيذ طلب من الرقراغي خبر عاجل إسبانيا تدخل على الخط لخطف آدم أزنو بعد استبعاده من المنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار ارتفاع صاروخي لقيمة موهبة الأصود التسويقية بحسب الموقع العالمي ترانسفير ماركت فإن الموهبة المغربية بلالخنص قد ارتفعت قيمة تسويقية بشكل صاروخي حيث وصلت إلى 18 مليون يورو وهي الأعلى لحد الآن في مشواره الاحترافية ارتفاع القيمة التسويقية للدولة المغرب استحبت 19 حمان الذي يمارس بنادي جناكا البلجيكية يعود لتألوقه الكبير مع ناديه خلال الموسم الكروة الحالية حيث سجل له إلى حدود الدورة 11 من ذات البطولة لتأهداف ومنحت مررة حاسمة كما تم اختياره في التشكيل المثالي للجولة الماضية من الدورة البلجيكية وبقيمة التسويقية الجديدة بات بلالخنص أغلى لاعب بصفوف ناديه جناكا كما أصبح رابع أغلى لاعب بالبطولة البلجيكية طبيب المنتخب المغربي يسفر لقطار لتنفيذ طلب من الرقراغي صفر الطبيب الفرنسي كريستوف دولو الطبيب المنتخب الوطني لكرة القدم إلى دولة قطار لفحص الحالة الصحية للاعب نادي الريان سوفيان بوفال ويأتي هذا في إطار طلب من الناخب الوطني وليد رقلاقي لإعداد التقرار حول إصابة بوفال وذلك لاتخاذ قرارا بشأن إمكانية مشاركته في نهاية كأس أمم أفريقيا في نهر وفبراير المقبلين وسيتواصل طبيب المنتخب مع الجهاز الطبي لنادي الريان في قطار للتحقق من وعد عودة سوفيان بوفال إلى الملعب ومدى استعداده للمشاركة في البطولة الأفريقية وبالإضافة إلى ذلك الذي يكون بوفال قادرا على المشاركة في مباراة المنتخب الوطني أمام إيرتيريا وطنزانيا في نوامبر المقبل والتي تعتبر ليحسب تصفية كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا خبر عاجل إسبانيا تدخل على الخط لخطف آدم أزنو بعد استبعاده من المنتخب المغربي ذكرت تقارير صعفي إسبانيا أن هناك إمكانية لاستدعاء آدم أزنو لعب باير مينيخ الألماني للمنتخب الإسباني بعدما تم استبعاده من قائمة المنتخب المغربي المشاركة في مونديال أندونيسيا ذات التقارير أضافت أن آدم أزنو سيتم استدعائه لتعويض لاعب مصاب داخل المنتخب الإسباني والشيء الذي يؤكد هذا الخبر هو عدم تعويض اللاعب المصاب حتى الآن مما يؤكد أن هناك اتصالات مكتفة بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم واللاعب المغربي آدم أزنو جادر بالذكر أنه تم استبعاد موهبة باير مينيخ آدم أزنو من المنتخب المغربي وهو مشكل مفاجأة للجمهور المغربي نظرا لما يمتلكه اللاعب من مؤهلة فنية عالية جعلت كشاف العملاق البوفار ينتزعونه من لماسيا برشلونة حيث كان يعتبر واحدا من أبرز مواهبها الصعيدة إذ نجح منذ موسمه الأول في كسب الرسمي المطلق في صفوف فارق باير مينيخ تحت 19 سنة وحتى الآن لم يخرج أي مصدر رسمي لتأكيد الأخبار التي تشير إلى رغبة إسبانيا في خطف اللاعب المغربي الكاف تفاجئ وليد راقراقي قبل الكان فاجأت الكنفيدرالي الإفريقي لكوراس القدام الناخب الوطني وليد راقراقي من خلال مطالبته بالتحديد اللائحة الأولية للمنتخب الوطني التي ستشارك بنهائية كأس أفريقي للأمم بالكوديفور قبل الثالث عشر من دجمبر القدم وفرضت الكنفيدرالي الإفريقي لكوراس القدم على الناخب الوطني وليد راقراقي اختيار 26 لعبا باللائحة النهائية للأصود التي ستخذ منافسة كأس أفريقي للأمم بالكوديفور في يناير وفبراير القادمين من القائمة الأولية التي تضم 55 لعبا وحدد الاتحاد الأفريقي لكوراس القدم يوم الثالث من يناير القادم كآخر أجل أمام الجامعة الملكية المغربية لكوراس القدم لإرسال اللائحة النهائية للمنتخب الوطني والتي يتعين أن تضم 26 لعبا 23 منهم سيتم تسجيلهم بورقة المباراة وثلاثة بالقائمة الاحتياطية وأوقعت قرعة كأس أفريقي للأمم المنتخب الوطني بالمجموعة السادسة حيث سيخوض مباراته الأولى ضد تنزانيا يوم السابع عشر من يناير القادم والثاني ضد زامبيا في الواحد والعشر من الشهر ذاتها حيث سيخوض مباراته الأولى ضد تنزانيا يوم الرابع عشر من يناير القادم والثاني ضد زامبيا يوم السابع عشر من الشهر ذاتها على أن يختتم دور المجموعات يوم الواحد والعشر من الشهر نفسه بمواجهة الكونغو الديمقراطية من جهة أخرى ما زالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنتظر جواب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مباراة ضد إيرتيريا في نوابير القدم برسم الجولة الأولى عن دور المجموعات لتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيكا بعد تأخوره في حسم مشاركته في الإقصائيات وكشفت وسائل إيرتيريا أن المفاوض بشؤون الرياضة المحلية والمسؤول عن الاتحاد الإيرتيري لكرة القدم ما زال لم يوافق على مشاركة منتخب بلاده بالتصفيات المؤهلة للمونديال وحسب ما قالت جريدة الأحداث المغربية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وبالتنصيق مع الناخب الوطني وليدر إيرتيريا وضعوا خطة بديلة للأسود في حال انسحاب منتخب إيرتيريا والتي تقتضي برمجة ودية قبل مواجهة طنزانيا برسم الجولة الثانية للتصفيات وكشف المصدر المسؤول أن الإشكال الذي يصادف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يتمثل في صعوبة إيجاد منافس في نومبر القدم لالتزام جامع المنتخبة الأفريقية بخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم ويبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم في الثالث عشر من نومبر القدم استعداداتها للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم إذ من المنتظر أن يعلن الناخب الوطني عن لائحة الأسود في الخامس من نومبر القدم من جهة أخرى ما زالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنتظر جواب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن مباراة إيرتيريا في نومبر القدم برسم الجولة الأولى عن دور المجموعات لتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم التي تصدفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيكا بعد تأخوره في حسم مشاركته في الإقصائيات وكشف المصدر المسؤول أن الإشكال الذي يصادف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يتمثل في صعوبة إيجاد منافس في نومبر القدم لانتزام جامع المنتخبة الأفريقية بخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم ارتفاع صاروخي لقيمة موهبة الأصود التسويقية طابب المنتخب المغربي يسفر لقطر لتنفيذ طلب من الرقراغي خبر عاجل إسبانيا تدخل على الخط لخطف آدم أزنو بعد استبعاده من المنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار اشترك في القناة